سواء أن كنت يوتوبرز أو ديزاينر أو فريلانسر أو خدام في تجارة إلكترونية داخل أو خارج المغرب أو أي مجال آخر يتعلق بالعمل عبر الأنترنت فلابد أنك تكون واجهتي مشكل أو مشاكل مع البنك ديالك هنا في المغرب خصوصا أن التعامل في الغالب ديالك خارج المغرب كيكون عن طريق بايونير، بايير، بايبال، سكريل أو الأبنك الأجنبية الأخرى اللي صعيب أنك تحول الفلوس ديالك منها للمغرب لهذا اليوم جيت باش نعطيكم أهم البطاقات اللي ممكن من خلالها تسحبوا الأموال ديالكم من هاد الأبنك الأجنبية للأبنك المغربية وكذلك غنعطيكم المميزات ديال كل بطاقة على حدة يعني غنعطيكم السلبيات والإيجابيات باش نسهل عليكم اختيار البطاقة الأفضل والمونسبة لكم في العمل ديالكم وقبل ما نبدأ الشرح إلي كانت هدية أول زيارة لك القناة فما تبخلش عنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا أول بأول إذن نبدأ على بركة الله نبدأ بطاقة ماي إي كارد تابعة البنك الشركة العامة المغربية سوسيتي جنيرا تعتبر هاد البطاقة هي أفضل البطاقات الاعتمالية في تفعيل خاصية بايبال وتوصل بالمبالغ المالية بالعملة الوطنية بحيث كي تمكنك استعملها دوليا في شراء السلع والخدمات الأخرى ومن الميزايا ديال هاد البطاقة هي أنها صالحة لتفعيل بايبال وسحب الأرباح ثم كذلك مصاري في البطاقة حوالي 9 دولارات يعني أقل من 100 درهم في السنة والبطاقة كذلك صالحة لمدة 4 سنوات أما بالنسبة لعيوب هاد البطاقة فهي سحب الأرباح قد يصل إلى أسبوع يعني أنت فاش كتحول الأموال ديالك يعني كيقدر يطعطلوه حتى الأسبوع ومن المساوي ديال هاد البطاقة هو أنه ممكن لكش تسحب الأموال ديالك من هاد البطاقة من شباك التلقائي يعني من الجيشي ديال هاد البنكة وبالتالي غادي يخصك تأخذ واحد البطاقة أخرى اللي اسميتها ديكليك والتاهية تابعة السوسيتي جنرال ولكن المشكل هو أن تمنى هاد البطاقة هو 120 درهم في السنة أي حوالي 22 دولار ثم من بين المساوي ديال هاد البطاقة إي كارد هو أنه فاش تبغي تحصل عليها أول مرة خصك داروري تحتفى 35 دولار أي 350 درهم مغربي باش يمكن لك تربطها مع البايبال ديالك من بعد ما كتحاول تربطها مع البايبال ديالك غتتوصل واحد كود ديال أربعة أرقام غتتوصلك في البنك ديالك غتتأخذ ذلك أربعة أرقام وغتتوجه البايبال وغتتتم إدخال هاد أربعة أرقام وبالتالي غتتفعلك البطاقة مع البايبال الخاص بك إذن هنا نضع كذلك البطاقة فيزا إي باي لصدرها البنك المغربي للتجارة الخارجية بيم سيو هذه تعتبر من أفضل البطاقات اللي كانين عندنا هنا في المغرب لأنها تقدم لك واحد خادمات اللي زوينا بزاف فبالنسبة لتحويل المبالغ من بايبال لهذه البطاقة تتم في أقل من أربعة أيام أما بالنسبة لثمن هذه البطاقة هو 120 درهم أما مصاريف الحساب وهذه اللي كتبالي خايبة شي شوية هو أن هذا الحساب تقدم عليك تقريباً 480 درهم في السنة أي بمعدل 120 درهم كل ثلاث أشهر زائد واحد الرسوم ومصاريف تحويلات يلك أنت تتحول كتزاد عليك 0.5% على مبلغ ألف دولار أي 25 دولار على كل ألف دولار يعني بالنسبة للناس اللي عندهم الفلوس فكنا نفضل أن يختار هذه البطاقة لأنها لا يوجد الكثير من المشاكل وكذلك الخدمات السريعة السيستم لا يطيح الأبليكاسي وعندهم إذن إذا لديك شوية دي الفلوس فكنا نصحك أخي الكريم أنك تختار هذه البطاقة نتعت فيزا إيباي الخاصة بالبيمسيو وهنا سنتقلوا البطاقة جون كامبيوس أيضا البنك التجارة الخارجية بيمسيو وهذه البطاقة خرجوها خصيصاً للطلاب في الجامعات والتانويات كذلك لكي يبلغ السين دي لهم بين 18 و 25 السنة وبذلك فهذه البطاقة مقيدة لهذه الفئة الخاصة أما بالنسبة للامتيازات فهي كبيرة بزاف فالبطاقة صالحة لمدة 4 سنوات صالحة لتفعيل بايبال سحب الأموال والأرباح من خلالها ثم كذلك صالحة للشراء من الإنترنت وبدون اقتطاعات أو رسوم إضافية وهذه ميزة جميلة جداً ثم كذلك طلب الحصول على البطاقة هو مجاني كاستغرق 9 أيام فقط أما تفعيل لها فتيحتاج 100 درهم في الرصيد وذلك لكون بايبال قبل ما تفعل هذه البطاقة كيخصاء واحد المبلغ يكون في البطاقة أما بالنسبة للإقتطاعات من الجانية في السنة الأولى أما الثلاث سنوات التالية واحد دولار في الشهر أي 90 دولار في السنة ما يعادل 100 درهم تقريباً أما صحب الأرباح من بايبال إلى البطاقة كيستغرق أقل من ثلاث أيام كحد أقصى ومما يزيق هذه البطاقة أيضاً أنها تمكن لك من سحب أباح ديالك من الصراف الآلي أي من الجاشي أكس البطاقتين اللي قضرنا عليهم في اللوح ده بغندزو الواحد البطاقة التي عندها شعبية كبيرة بزاف هي إي كارد التي صدرها البنك الشعبي المغربي كتقدمنا جميع الخدمات اللي ذكرناها مقبل يعني تفعيل البايبال ساحب الأموال كذلك والجميل فيها هو أن الاقتطاعات ديالها هو 15 الدرهم في كل ثلاث أشهر واللي هي تقريباً اقتطاعات قليلة وقليلة بزاف ومن بين السلبيات اللي لاحظنا في هذه البطاقة هو أنه ممكن لك شكذلك تسحب منها من الجيشي وبالتالي غادي خصي يكون عندك واحد بطاقة أخرى خاصة بالبنك الشعبي اللي ممكن لك تسحب بها وآخيراً غادي نهضرو على البطاقة الأكثر شهرة في المغرب تابعة للسياش بونك أي البنك القرض العقاري والسياحي اللي كنسميها إيشوبين قريباً لعديد من المغربة كيستعملوها وهي اللي أكثر شعبية عند الأشخاص اللي كيشتغلوا في الانترنت فهذه البطاقة مجانية للأشخاص البالغين من العام من 18 إلى 30 سنة يعني يمكن لك تفعل بها البايبال جالك استقبال وإرسال الأموال في هذه البطاقة وذلك بدون أي رسوم يعني سفر ديرهم فالجميل في هذه السياش بونك هي أنها كل سنة كتخصص واحد لفئة بطاقة اللي كتكون مجانية ففي البداية كنت كتدرنت خاصة بالأشخاص أو الشباب بين 18 و 30 سنة يعني معليها حتى رسوم ومن بعد زادت باك سيدتي جميع السيدات يعني كنتي بنت من 18 لسنة فما فوق فيمكن لك تفتحي حساب وتخذ هذه البطاقة وما غدي تخلص عليها حتى شي رسوم ومؤخراً وكبادرة كذلك زوينة درتها السياش بونك هي أنها خولات الموظفين أنهم كذلك يستفدوا من باك موظف ومنحهم كذلك بطاقة بنكية اللي مغي يخلص عليها حتى شي رسوم في المعاملات دياله فقط باش نكونوا مواضحين فبالنسبة للناس اللي كيشتغلوا في السياش عندك 44 درهم كتخلصها سنوياً ديال الدوتاسيون وهي اللي كيمكلك أنك تستفد باشتراء منها من المواقع خارج المغرب على الإكسبريس، بانجود، شين أو المواقع الأخرى لخارج المغرب وبالتالي إلا بغيتوا تشريوا من خارج المغرب ضروري عليكم أنكم تخلصوا كل سنة 44 درهم ديال الدوتاسيون وكتأكتيفيوا الدوتاسيون من الابليكاسيون ديالكم ومن ثم يمكن لكم تشريوا بكل سهولة وكذلك بالنسبة لبطاقة إيشوبين عندنا 66 درهم سنوياً إلا بغيت تستفد من هذه البطاقة ضروري أنك تدفع على 66 درهم سنوياً ولكن إلا جمعنا 66 درهم 44 ديال الدوتاسيون يعني تقريباً ما وصل لاش 100 درهم في السنة فهذه رسوم جيدة جداً خصوصاً الناس اللي كيشتغلوا بزياء في الانترنت لأنها ما عندك تشيء اقتطاع آخر خصوصاً كما كنشاهدوه في بعض الأبناء الأخرى اللي كتقطع على كل عملية شراء لذلك إخوانيكا نصحكم بعد السياسة وبرونك الناس اللي خداموا في الانترنت فهي الأفضل على إطلاق وهي اللي كنشتغل بها شخصياً إذا الخطي وصلنا إلى نهاية الفيديو أي تساؤل أو مشكل واجهته في الشرحة ديال الفيديو مع لكم سوى تضعوه في تعليق الخاصة بهذا الفيديو هذا وإن شاء الله سنحاول نجاوبكم عليه أول بأول وما تنسوش ديرجيم وتبرتجو الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كنت أخي أغتيادية أول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس لأن هناك فيديوهات مهمة مهمة بزاف جاية في القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر